حزب الله أعلن منذ بعض الوقت أنه استهدف دبابة مركبة مركبة إسرائيلية في موقع الراهب واستهدف طاقمها وأوقع فيها إصابات بين قتيل وجريح هذا الموقع الذي كنا قد تحدثنا عنه سابقا ودارت حوله الاشتباكات والذي أعلن حزب الله أنه استهدفه وأصابه إصابات مباشرة في تلك المنطقة يمكن القول الآن أن هدوء حذر يسيطر على المنطقة وتجري المواجهات بشكل متقطع ويبدو من خلال الأصوات التي نسمعها أن القوات الإسرائيلية تعمل على تمشيط المنطقة الحدودية وهي التي كانت قد أعلنت سابقا بأنها استهدفت مواقع لحزب الله في المنطقة عمدت أيضا منذ بعض الوقت إلى إلقاء للمرة الثانية القنابل المضيئة في المنطقة هذه القنابل التي تطلق اليوم في وضح النهار يبدو أن التقص الغائم والعاصف هو ما حدا بهذه القوات إلى إطلاق هذه القنابل لكشف المنطقة أكثر فأكثر بعد سلسلة المناوشات والمواجهات التي بدأت منذ صباح اليوم لا تشهد هذه المناطق أي حركة للمواطنين هدوء تام على صعيد الحركة المدنية في المنطقة لا نشهد حركة سيارات ولكننا سمعنا عن أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة يبدو أن هذا الأمر حقق بعض الإصابات في صفوف المدنيين الجيش اللبناني لا يزال يمنع دخول المواطنين إلى تلك المنطقة وهو كان في السابق قد أعلنها قبل نحو ساعة من الآن منطقة عسكرية وأعلنها منطقة مغلقة بسبب أن الإسرائيليين ألقوا بعض القدائف بين بيوت المدنيين لا سيما في عيت الشعب في راميا وأيضا في مروحين إذن هدوء حذر في المنطقة الاشتباكات بدأت تأخذ منحا متقطعا في هذه الأوقات بعد إعلان حزب الله أنه استهدف دبابة ميركافا بصاروخ موجه وأحدث إصابات في طاقمها بين قتيل وجريح إذا كنتم تشاهدون الآن الصور معي من تلك المنطقة بدأت تتضح أكثر فأكثر مع انقشاع الرؤية بسبب تبدد الضباب تلاحظون هذا الهدوء الحذر في المنطقة لا وجود لأي حركة سكانية في المنطقة لا تواجد للسيارات بعد أيضا أن سجلت حركة نزوح كثيفة من هذه المنطقة باتجاه بيروت والمناطق الأكثر أمنا تمني حزب الله لهذه العملية جاء في بيانات متتالية أعلن أنه تأتي ردا على استهداف المدنيين والإعلاميين وأيضا استهداف المدنيين في منطقة مزارع شبعة والذي أدى إلى استشهاد مواطن لبناني مسن وزوجته بالأمس نعم شكرا لك مي عبدالله مراسلة الغد كنت معنا من قطاع الأوسط بجنوب لبنان شكرا لك اشتركوا في القناة